الرباط حيث ترأس اليوم جلالة الملك محمد الثالث بالقصر الملكي برباطة ترأس جلسة عمل خصصة لإشكالية الماء اجتباع يندرج في السياق التتبع المستمر والعناية التي يوليها جلالته لهذه المسألة الاستراتيجية خاصة في ظل الوضع الحالي المتسم بعجز ملحوظ على مستوى التساقطات وضغط قوي جدا على الموارد المائية في مختلف جهات المملكة فقط بين شتنبر الماضي ويناير الحالي بلغ عجز التساقطات نسبة 70% مقارنة مع المعدل المعتادة وهو ما أفتح عنه وزير التجهيز والماء السيد نزار بركة خلال سقديمه عرضا أمام جلالة الملكة حول الوضعية المائية والحلول المطروحة نتابع مع عبد الحفيد منور عناية خاصة يوليها جلالة الملك لإشكالية الماء اجتماع جديد يندرج في إطار تتبع المستمر لهذه المسألة الاستراتيجية في ظل العجز المسجل على مستوى التساقطات والإجهاد المائية وفي مستهل جلسة العمل هذه قدم وزير التجهيز والماء عرضا حول الوضعية المائية والتي عرفت خلال الفترة من شتنبر إلى منتصف يناير الجارية تسجيل عجز في التساقطات بلغت نسبته 70% مقارنة مع المعدل فيما بلغت نسبة ملء السدو 23.2% مقابل 31.5% خلال الفترة نفسها من السنة الماضية وقد مكنت الإجراءات المتخدة تنفيذ للتوجيهات الملكية لا سيما في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشرب ومياه السقي 2020-2027 مكنت من تزويد العديد من الأقاليم والجهاد بمياه الشرب بشكل كاف في السنوات الأخيرة ويتعلق الأمر على وجه الخصوصة بإنجاز الربط بين حوضي السبو وأبيرقراغ وتشغيل محطتي تحلية المياه بأجدير وأسفي والجرف الأصفر بعد ذلك قدم الوزير بين يدي جالة الملكة مخطط العمل الاستعجالي الذي تم إعداده من طرف القطاعات المختصة لمواجهة الوضعية الحالية وضمان توفير المياه الصالحة للشرب لا سيما في المدن والمراكز والقرى التي تعرف عجزا أو من المحتمل أن تعرفها وسيتم تنزيل مخطط العمل الاستعجالي الذي تم تقديمه أمام جالة الملكة على مستوى مختلف الأنظمة المائية بالمملكة ويشمل مجموعة من الإجراءات على المدى القصير منها التعبئة المتلى للموارد على مستوى السدود والآبار ومحطات التحلية الموجودة وإقامة تجهيزات استعجالية للنقل الماء وتزويد به وكذا اتخاذ إجراءات لتقييد استعمال مياه الري وتقليص صبيب التوزيع كلما اقتضت الوضعية ذلك وبالموازات وطبق لتوجيهات الملكية سيتم تسريع إنجاز الأوراش المبرمجة التي لها وقع على المدى المتوسط وخصوصا السدود في طور التشيد ومشاريع الربط بين أحواد السبو أبي رقراق وعم الربيعة والبرنامج الوطني لمحطات تحلية مياه البحر وبرنامج إعادة استخدام المياه العادمة المعالجة وبرنامج اقتصاد الماء على مستوى شبكة النقل وتوزيع الماء الصالح للشرب ومياه الري وقد حتى جلالة الملك القطاعات والهيئات المعنية على مضاعفة اليقظة والجهود لرفع تحدي الأمن المائية وضمان تزويد بالماء الشروب على مستوى جميع مناطق المملكة وبهذا الخصوص دع جلالته الحكومة إلى اعتماد تواصل شفاف ومنتظم تجاه المواطنين حول تطورات الوضعية المائية والتدابير الاستعجالية التي سيتم تفعيلها مع تعزيز توعية العموم بأهمية الاقتصاد في استهلاك الماء ومحاربة جميع أشكال تبدير هذه المادة الحيوية واستخداماتها غير المسؤولة حضر جلسة العمل هذه مستشار جلالة الملك فؤاد علي الهمة ووزير الداخلية عبد الوافل افتيت ووزير التجهيز والماء نزار باركة ووزير الفلاحة والصيد البحري وتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقي والوزير المنتدب لدى وزيرة اقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوزي الأقجعة والمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشربة عبد الرحيم الحافظي